اهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين ونالتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي قبل يومين أو ثلاثة تحدث السفير الألماني في بغداد مارتين يقر نقلت طبعا بكالات الأنباء والوسائل الإعلام التابعة للحكومة في العراق إن كان حقيقيا أو كان لا وترجمتهم خطأ المهم هذا الكلام الذي نقله في الحالتين هناك رسالة أرادت هذه الحكومة حكومة الميليشيات يعني أن توصلها للناس أنها يعني متميزة وأن ما حققته شيء كبير قالت إن هذا السفير الألماني في بغداد أكد لرئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني رئيس الوزراء الحالي محمد الشيعة السوداني إن ما تحقق في العراق خلال ستة أشهر يوازي ما تحقق خلال 15 سنة ماضية في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والتنموية الله أكبر هكذا يقولون قال السفير الألماني لرئيس الوزراء الحالي محمد الشيعة السوداني قال له إن ما حققته بهذه ستة أشهر يعادل 15 سنة مما مضت ما تحقق في 15 سنة طيب هو السؤال يطرح نفسه هو هذا السفير الألماني يعني لديه إحصائيات ولديه مقارنات ووضع مقارنات ووجد إن ما تحقق خلال هذه الستة أشهر من تولي حمد الشيعة السوداني يساوي الإنجازات التي تحققت خلال 15 سنة هذا السؤال الأول والسؤال الثاني المهم له وما هو الذي تحقق خلال 15 سنة الماضية لكي يقارنه بما تحقق خلال ستة أشهر يعني ما هو الذي يوازيه من إنجازات خلال الستة أشهر الماضية ما هو هذا السؤال الكلام هكذا يرمى على عواهنه والكلام الإنشائي العناوين المثيرة لا تشكل اليوم ليس لها قدرة ولا تشكل شيئا في حسابات الناس وحسابات الرأي العام خاصة العراقي بعد كل الذي حصل من كوارث في العراق بعد كل إذا شاهده وعاشه أهل العراق من ضيم قهر وقتل وتهجير وسرقات وفساد ما عاد يشكل هذا الكلام أي ثقل في ميزان تغيير الرأي العام أو إشاعة شيء معين هذا كلامي الشائي والواقع يكذبه وكيف يكذبه الواقع سيادة السفير مارتن بي ييقر إذا كنت قائل هذا الكلام أولا العراق ما زال من بين الدول العشرة الأكثر فسادا في العالم فكيف يمكن لستة أشهر وثمانة أو سبعة أشهر من حكم محمد شياع السوداني قد غيرت الصورة بإنجازات تعادل للخمسة عسل فساد هو هو العراق ذاهب إلى فساد أكبر أما الحديث عن مواجهة الفساد هذا الحديث كل الحكومات تحدثت به من عام 2003 حتى بول بريمر تحدث به يعني وراء ما كشف فساد كشف الفساد ماله وفساد جماعته وفساد من جاءوا بهم بدأ يتحدث عن الفساد وشون مكافحته ونوري المالكي تحدث بهذا وحيدر العباد يتحدث وعادل عبد المهدي والكاغمي وكل تحدثوا في هذا الموضوع في قضية الفساد والفساد هو هو أكبر ومؤسسة لكل تخدم والدليل على ذلك أنه كل الأعزاب التي تحكم في العملية السياسية جاءت إلى العراق ألفين وثلاثة لا تملك شيئا لا هي ولا قياداتها ولا جماعات المحيطة بها وانظروا اليوم ماذا تملك تملك أساطيل تملك يعني تملك أرصد في بنوك تملك عمارات تملك مدن تملك كل شيء ضائرات كل شيء تملك في الخارج فمن أين لهم هذا أما إذا انظرنا العراق فاستولوا على كل شيء على أراضي وعلى قصور وبيوت ومؤسسات ومصانع وكل شيء فمن أين لهم وكيف حاربتم الفساد إذا هو الفساد هو هو والفساد أساس خراب كل شيء لا يمكن الحديث عن شيء إذا كان الفساد موجودا لا يمكن الحقيقة الحديث عن أي إنجاز مدام الفساد موجود إذا هذا الكلام مردود ولا يمكن قبوله هاي واحد اثنين العراق منذ عام 2003 لحد الآن يعتمد ما زال يعتمد يعني بلدا ريعيا يعتمد على النفط ما الذي يتغير ما هو الغاز ما لا يحترق والنفط بشهادة البنك المركز البنك الدولي بشهادة البنك الدولي يقول البنك الدولي أنه نسبة الاعتماد على النفط يعني في الدخل العام العراقي يتجاوز 98.5% يتجاوز أكثر لأنه هو يتحدث عن يعني مساهمات غير النفط في الدخل القومي العراقي الدخل الوطني العراقي لا تجاوز واحد فارزة أربعة بالمئة فأين التغيير ما هو التغيير الذي أحدثته بستة أشهر إذا كان هذا الوضع أما الحديث سوف نعمل وسوف نكذا وسوف هذا الآل السين وسوف هذه الكل تحدثوا بها وسمعناها كثيرا وسماح الشعب العراقي ونحن نتحدث داني أقول لك يا سعادة السفير نحن نتحدث بعد عشرين سنة من هذا الخراب وليس بعد عشرين شهر ولا بعد عشرين يوم ولا بعد سنتين بعد عشرين سنة هذه الثالثة الثالثة الصناعة غير موجودة والعراق بلد يستورد كل شيء يستورد من حبة الدواء إلى ما أعرف منه السيارة إلى الطيارة كل شيء استورده بلد مفتوح ليس فيه صناعة والمصانع كلها جرفت ودمرت وأنت تعرف ذلك والكل يعرف ذلك هذه الصورة واضحة ويعرفون من الذي دمر هذه المصانع ومن لا يريد للصناعة أن تقوم في العراق الزراعة والعراق بل الزراعي ليس فيه زراعة وحجم الأراضي التي تتحول إلى صحراء معروفة وتتقلص والآن لو قدر لك سيادة السفير معالي السفير مارتين هيقر أن يعني تطير بطائرة فوق نهر الدجلة فوق نهر الفراز ستجد أن خطا أخضرا صغيرا عند أكتاف النهر في مناطق معينة هو هذا شكل الزراعة عما الباقي فلا زراعة فيه ونحن نستورد كل شيء والجارة إيران موجودة يعني تنتج وترمي علينا وتأخذ فلوس والدولارات موجودة من الغاز والنفط والفواكه والخضر والسلع وكل شيء موجود وكل مصانعهم وكل مزارعهم وكل أراضيهم تنتج لكي يكسبوا على حساب العراقي النقطة الثالثة يعني كثيرة لكن يعني دعنا نحدث عن نقاط معينة بس فقط بشكل سريع المستشفيات والوضع الصحي والعناية بصحة الإنسان هي في أسوأ حالات والكل يعرف وأنتم تعرفون وأنتم تقارنون يعني أنت من ألمانيا وتعرف كيف شكل المستشفيات وشكل العناية بالإنسان والوضع الصحي حتى في فترة الحصارة التي مرت على العراق خلال 13 سنة كان الوضع أفضل كان الوضع أفضل بكثير وأنت تعرف أن البنى التحتية خلال 20 سنة تركت ودمرت وخربت والآن نحتاج إلى بنى تحتية جديدة مياه غير صالحة للشروب مياه الثقيلة غير موجودة مجاري مصيبة وأنت تعرف وشاهدت إذا كنت عايش في العراق أمطار بسيطة ماذا يحصل في المدن العراقية ومنها بغداد اللي سفرتك فيها النقطة الأخرى الفقر على المستوى الإنساني خارطة الفقر تتوسع وأعداد الفقراء الذين تحت خط الفقر مصيبة وقرأ تقرير البنك الدولي ماذا يتحدث يتحدث أن الفقر ونسخة هذه ستزيد وستبقى إلى عام 2040 لأن السياسات خطأ سياسات غير حقيقية موجودة في العراق فكيف تتحدث هذا الحديث البطالة نحن لدينا ومن يتحدث من الحكومة يتحدث عن 5 و 6 ملايين لكن واقع الحال يعني حتى رئيس نقابة في العمال في العراق يتحدث 15 مليون نساء ورجال العراق لا يعمل وحتى الذين يعملون ذلك بالوظائف 6 ملايين وأنت تعرف هذا تعرف جيدا لأنك جاي من بلد صناعي وبلد ينتج وبلد يعرف كيف يشتغل أكثر من 6 ملايين موظف لا يعملون أكثر من 8 دقائق كل واحد باليوم الواحد وتعطى لهم 70% من موازنة العام أنا لا يعني لا أبخسهم حقهم ولا أقول أنه ليس من حقهم لا من حقهم لكن أن يشتغلوا في أماكن تفيد العراق أن يشتغلوا في مصانع في معامل في 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 جوانب اقتصادية في جوانب انتاجية تفيد العراقيين تفيد هذا البلد وتنهب بهذا الموجود هذه بعض النقاط التي أقول لها لك والتي تفند قولك أن ستة أشهر توازي ما تحقق خلال 15 سنة إذا كان 15 سنة تحقق الخراب فستة أشهر توازي نعم ذلك الخراب إذا كنت تقصد هذا نعم توازيه وأكثر الخراب هو هو 15 سنة من الخراب والدمار الآن ستة أشهر سبعة أشهر في حكومة الخراب مستمر نفس الميليشيات ونفس المصيب ونفس الاقتصاد ونفس الدمار ونفس التوجهات الغريبة عجيبة هذا واقع الحال فبالتالي هذا الكلام لا يشكل أي وزن في يعني الرأي العام في التأثير على الرأي العام العراقي مع الأسف الشديد مع الأسف الشديد أقول لأن أكناس تتحدث هذا الحديث وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة